في موضوع آخر يحتج العديد من العمال المفصولين عن العمل بمؤسسة أوزغون التركية المكلفة بأشغال توسيع طريق منعرجات خراطة بولاية بيجاية أمام قاعدة الحياة المؤسسة وهذا بسبب إنهاء عقل سبعين عاملاً حيث اعتبروا هذا القرار تعصفياً وطالبوا بمراجعة قرار الفصل عن العمل مقابل السماع بالمؤسسة استناف نشاطها التفاصيل في ميكروفون مرسلنا ربح صايش نحن نكمل خدمة النغة بس كن 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 كون شوان يدينو اللي البروجي قرناك مرضي حبس مرضي خدم كوني سأخويا دينا البروجين صادق لو ويلا ينبقاي دينا البروجي حنا نسمعه الوزير الأول شحالما هو يقول المشاريع اللي بدأوا يكملوا ما يحبسوش حنا نطلبوه البروجي تعنا تعخرطة نكملوه برسك البروجي هذا تعخرطة والله استعرف الخدمين هنا كانوا يستنوها بشي يخدموا ما عندنا وين روحوا عندنا غير البروجي هذا وين راننا نكلوه فيها الخبز هذا وأرجع المسؤول الأول عن مؤسسة يوزقون التي تحصلت على مشروع توسيع طريق منعرجات خراطة أرجعت السبب بلا مشاكل مالية كبيرة تتخبط فيها المؤسسة عقب التأخر في تسديد الفواتير تسديد الفواتير